حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي الليلة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن ابي ليلة عن ابي الليلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال اعوذ بالله من النار ويح او ويل لأهل النار حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي الليلة عن اخيه عيسى بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن بن علي يحب حتى صعد على صدره فبال عليه قال فابتدرناه لنأخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابني قال ثم دعى بماء فصبه عليه حثنا اسود بن عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن ابن ابي ليلة عن ابي ليلة انه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه الحسن او الحسين شك زهير قال فبالحة رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسارع قال فوثبنه اليه قال فقال عليه الصلاة والسلام دعوا ابني او لا تفزع ابني قال ثم دعى بماء فصبه عليه قال فاخذت تمرة من تمر الصدقة قال فادخلها في فيه قال فانتزعها رسول الله من فيه حثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمر وعن زيدي بن ابي انيسة عن قيسي بن مسلمين عن عبد الرحمن بن ابي ليلة عن ابيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبرا فلما انهزموا وقعنا في رحالهم فاخذ الناس ما وجدوا من خرثي فلم يكن اسرع من انفارت القدور قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفأت وقسم بيننا فاجعل لكل عشرة شاتا حانا حسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن ابيه عن جده عن ابي ليلة قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدره او بطنه الحسن او الحسين قال فرأيت بوله اسارع فقمنا اليه فقال دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ثم اتبعه الماء ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ودخل معه الغلام فاخذت تمرة فجعلها في فيه فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الصدقة لا تحل لنا حسن عبد الله بن محمد وسمعته انا من عبد الله بن محمد بن ابي شيبة تحدثنا علي بن هاشيمين عن ابن ابي ليلة عن ثابت قال كنت جالسا مع عبد الرحمن بن ابي ليلة في المسجد فأتي برجل ضخمين فقال يا ابا عيسى قال نعم قال حدثنا ما سمعت في الفراء فقال سمعت ابي يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فقال يا رسول الله اصلي في الفراء قال فأين الدباغ فلما ولا قلت من هذا قال هذا السويد بن غفلة حدثنا عبد الله حدثنا موسى بن داود حدثنا علي بن عابص عن ابي فزارته عن عبد الرحمن بن ابي ليلة عن ابيه فيما اعلم شك موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفى في قبة من خوص حدثنا هارون بن معروف وابو معمر ومحمد بن حسان سمتي قالوا ثنى علي بن عابص عن ابي فزارته عن عبد الرحمن بن ابي ليلة عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفى في قبة من خوص اشتركوا في القناة